ولكن قال بأن هناك تناقض في الحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك حديث يعتقد فيه بأن الفأرة كانت يهودياً مسخه الله وهذا لأنها لم تكن تأكل تشرب من ألبان الجمال وهناك حديث أخرى تقول بأن الأشخاص الذين يمسخهم الله يميتهم ولا يدعهم يتكثرون فهذه الشبهة التي نشرها و... لا هذه الشبهة يجاب عليها بجوابين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوماً مسخهم الله فلعلهم الفأر لأن الفأرة لا تشربوا من ألبان الإبل الجواب الأول أن هذا الحديث معناه أن الله مسخهم إلى الفئران ولا يعني أن هذه الفئران تناسلت ولكن الله مسخهم إلى حيوان لا يشرب لبن الجمال فإذا الله مسخهم إلى حيوان لا يشرب لبن الجمال فلعله مسخهم فأر وهذا ليس فيه أنهم تناسلوا الجواب الثاني أن الفأر الموجود في زمانه وفي زماننا لعل بعض هذا الفأر كان من أولئك القوم طيب بهذا الفهم سيعارض الحديث الآخر أن الممسوخين لا يتناسلون فعند ذلك يقال أن هذا القول قاله قبل أن يخبر بأن الممسوخين لا يتناسلون فقال هذا القول ثم جاءه خبر السماء فبيّن أن الأقوام الممسوخين لا يتناسلون فانتهى الأمر شكرا